السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفة نت نتمنى فيديو اليوم يلقاكم وانتم في تمام صحة والعافية اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر مورقة بدون عجين مورق بالعجين السحري كيتحضر بسرعة بدون اختمار كنحضروهم في وقت واجيز جدا اكيد غادي نفعوكم في هات الشهر الفديل قدمتهم معكم بشكل لي هو جديد ومختلف على المعتاد انتمنا فعلا انكم تجربوهم راهم كي يجيوا مورقين وهائلين بدون اختمار خفاف رائعين جدا 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 فيهم واحد توريق رائع فعلا غادي يعجبوكم الى جربتوهم مع لي الا نخليكم مع الفيديو على بركتي الله الكاس اللي كان ناخدو به القياسات قياس دياله 150 ميلي لتر كانحتاجو اربعة الكووس من دقيق ما يعادل اربعمائة غرام كل كاس كي يوزن ميات غرام والكاس القياس دياله 150 ميلي لتر بالنسبة للسوائل كان غربلو دقيق باش كانتفادو وجود اي تكاتولات واي زوائد من بعد غادي نجي وغادي نوضعو واحد رأس الملعقة ديال الملح ثم غادي نحركو الملح مع الخليط ديال الدقيق باش كينساجمو مع بعضهم ومن بعد كنجيبو الزبدة غادي نحتاجو ميا وخمسة وعشرين غرام من الزبدة يعني العلبة اللي كتباع بستة دراهيم كنحتاجو النصف ديالها الزبدة او للمالغارين اللي كنعملو في الحلويات هنا يا غادي نجيبو الزبدة راها متلجة يعني كانت في المجميد خليتها في المجميد الليلة كاملة يعني الزبدة تكون مو تلجة باش تنجح معكم الوصفة كنعملوها في الدقيق باش ما توليش ليناي وتجيكم سهلة في العمل في الاول كيما لحتوا لكنت خدمتها في الجهة الرقيقة لكن من بعد عملت الجهة الغليدة كنصحكم انكم تعملوها في الجهة الغليدة باش تحصلوا على نتيجة وتوريق افضل عملوها في الجهة الغليدة دائما الزبدة رشو الدقيق على الزبدة او لهزو الدقيق بالزبدة عادة باش حكو الزبدة باش تجيكم سهلة وتبقى الزبدة متعجنش من بعد كنجيو على بركة الله كنجمعو او لا كنخلطو الزبدة مع الدقيق هنا ما تخلطوش بزاف حاجتنا بالزبدة تبقى يعني ما تخلط ليناش مع الدقيق تماما يعني بقى القطاع ديال الزبدة بينين من بعد كنضيفو معلقة كبيرة من الخل الخل العادي ديال الاكل ثم غني نضيفو مقدار ديال ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت كما لحتوا معايا فعملت الزبدة كمية قليلة لكن نتيجة كانت رائعة جدا يعني ما نحتاجوش نعملو ميتين وخمسين غرام نحتاجو غين نصف ديالها راكا تكون نتيجة كافية ومرضية باش نقصو شوية من سعرات الحرارية غادي نخلطو الزيت والخل مع الخليط ثم غادي نجيو الان جيبو الماء اللي كنكونو وضعينو في المجمد يعني ماء بارد جدا نفس الشي بالنسبة للزبدة الزبدة كانت في المجمد يعني الزبدة مجمدة ثم الماء كذلك ماء بارد جدا كنجيو كنبدو نضيفو الماء بشكل تدريجي بالنسبة لي انا احتاجيت كأس الكأس زائد ربع كأس تقريبا يعني العجينة كتخليوها تبقى صلبة غادي نضيفو يعني اضيفو الماء غير تتجميع العجينة فقط وقفو العجن وما تعجنوهاش بزاف باش تبقى الزبدة مقادة هنايا بعد ما ضفنا الماء راكا تكون كتلصق بالزبدة كنجيو الان وغادي نرشو شوية بالدقيق بغيتو في هاد المرحلة تدخلوها شوية للتلاجة ممكن انا خدمت بها كمباشرة كنجيو كنشكلوها بشكل مستطيل كما لحتو معايا يعني بشكل عشوائي بشكل عادي ثم غادي نجيو وغادي نلفوها على هاد الشكل باش من بعد من اللي غادي نبغيو نشكلوها جينا مقادة غادي نغطيوها بلاستيك غذائي ندخلوها غير للتلاجة ماشي للمجمد وكما لحتو معايا ما كنحتاجوش اننا نبقاو نورقو يعني كتجي مورقة رغم اننا ما ورقناهاش ملوينها ما طويناها ما والو غادي نخليها غير في التلاجة في التحت وندوزو ونحضرو الحشوة بغيتو تحضرو الحشوة هي الاولى ثم تحضرو العاجين ومباشرة تعملوه في فرن ركي بقى لكم الاختيار غادي نقطعو اولا البصل الى قطع ومربعات صغيرة وهنا في نفس الوقت عملنا ميقلات على النار حتى كتسخون من بعد كنعملو فيها الزيت وكنضيفو البصلة وغادي نضيفو عليها طبعا الملح وغادي نخليوها نقام نحركم نحلي اخر وغادي نخليوها شوية وندوزو باش نقطعو كذلك الفلفل تعملو الفلفل الوان او للفلفل اخضر اللي كيتوفر عندكم كذلك غادي نقطعو الى قطع ومربعات صغيرة وغادي نضيفوه على الخليط ديال البصلة بعد ما تقلى شوية وغادي نخليو الكل على النار كنقليو فيهم غاديش نعمل لهم توابل بغيتو تضيفو التوابل انتو ما ضيفوهم كتافيت بالملح غادي نضيفو هنا يا فحد الكسرونة الطماطم اللي كنعملوها بالقشرة ديالها ربع بصلة صغيرة من بعد غادي نضيفو الملح والتوابل عدنا الفلفل الاسود او الابزار رأس ملعقة رأس ملعقة من زنجبيل او سكنجبير ثم نصف ملعقة من تحميرة او البيبريكا وكذلك القليل من الكوركم او الخركم من بعد غادي نحتاجو كذلك زيز مقدار ملعقتين كبار من بعد فصين من التوم كنضيفو الكل وكنضيفو واحد ربع كأس من الماء او لنصف كأس وكنوضعوهم على النار وكنخليوها حتى كتنضج لنا الطماطم وينضج لنا البصلة وينزل الحجم ديالهم من بعد غادي نطحنوهم سواء تخليوهم حتى يبردو تطحنوهم بطحانة الكهربائية او لا نطحنوهم بهذا النوع من الخلات اذا غادي نخليهم شوية تزول منهم الماء وهذا السلسة جاهزة الان في انتظار ان السلسة تبرد الان غادي نبدو افتح ذيل العجينة كنجيبو العجينة ديالنا اللي كنا وضعناها غير في التلاجة بما حضرنا الحشوة لان الجوحار غادي تدوب لنا الزوبدة في المطبخ كنجيو نبدو نرشوه دقيق وكنبسطو العجينة هنا العجينة ضروري ما تخليوهاش تكون رقيقة يعني تكون شوية سميكا وما تكونش غليدة بزاف يعني السمك ديال واحد ثلاثة ميلي متر تقريبا او لا اربعة باش جينا مورقة غادي نوضعو طماطم بعد ما بردات طبعا ثم غادي نضيفو الخاليط ديال بسلا مع الفلفل ومن بعد كنقادوه علاج شكل كما رحتو معي بالنسبة للعجينة مستطيلة كنجيو وكنخليو القليل من طرف وكنديرو طماطم ونخليو قليل من طرف الاخر هنا يا عملت الزعتر وكيبقى اختياري غير باش نحصلوه علنك هدي البيتزا وكنجيبوه هنا يا طماطم عفواً كنجيبوه الطون المعلب وكنعملوه كذلك في الاعلى ديالهم وممكن تعملوه دجاج لحم المفروم لكن هاد الحشوة كتبقى عندي الحشوة المفضلة كنضيفوه كمية مل جبن في الاعلى والان غادي نبدأ وغادي نجيب واحد سكين يعني ممكن تعملوه سكين انا عملت هاد القطاعة ديال البطاطس كنزولو الجوانب ومن بعد كنجيبوه بيضة كنتناخدوه بياض وكنناخدوه السافر غادي نحتاجوهم بزوج كنجيبوه البياض كندهنوه به العجينة بعد ما طويناها وكنطويو الجيهة الاخرى نتمنى الطريقة تكون واضحة هنا يا البياض البيض ما كيخليش العجينة تفتح في الفرن كنطويوه علا الحشوة الجيهة الاولى وكنجيو كنعملوه بياض البيض وكنطويوه ولفو الجيهة الثانية الان كنجيبوه نفس القطاعة او للسكين ممكن تعملوه حتى السكين انا عملت هاد القطاعة ديال البطاطس باش نحصل على ذو كتموجات غادي نقطعوه على هاد الشكل كنقطعوه على متلاتات طريقة راه واضحة والعجينة راه سريعة يعني في وقت واجيز غادي تحضروه هاد الفطائر من بعد غادي نجيبوه صافحة الفرن ندهنوها بالزيت او لا تعملوه ورقة طبخة ندهنت ورقة طبخة لانا عندي نوع غير ممتاز كي يلسق وغادي نجيبو الفطائر ديالنا غادي نهزوهم هكا كيكونوا صلبين يعني كيتهزو لنا بكل سهولة وكنوضعوهم في الصافحة ديال الفرن من بعد سافار البيضاء اللي احتفظنا به كنضيفو ليه قطارات من الخل وكنبدو ندهنو الوجه فقط والجانب يعني ذو الجانبين اللي كيكونوا مورقين ما تدهنوهم ما غاديش يباليكم توريقات غادي نجيبوه السيمسيم او لزنجلان او لابافون وندخلوهم الفرن على درجة حرارة 150 و160 نعملوه النار من الاسفل حتى يتحمروه من الاسفل من بعد نخليوهم حتى كيطلع معاهم الطياب ونشعلوه نحمروهم من الفوق وبالنسبة الفرن ضروري يكون ساخن جدا من قبل يكون ساخن جدا من قبل على 220 ومن اللي كتدخلوهم كتخفضو الدرجة ديال الحرارة ديالو وكتخليهم ينجو على خاطرهم هذا هو شكل ديالهم طبعا من اللي خرجناهم الفرن رامو كيجيوا مورقين رائعين لدى لا تقاوم قرمشة توريق روعة فعلا تحفى نتمنى فيديو اليومينا لإعجابكم لا تقلوش عليا بدعواتكم بالتعليقاتكم الرائعة اللي تتشجعني على الاستمرار وشاركوا الفيديو باش تعمل فائدة ومعليا إلا نقول لكم استوديعكم الله الذي لا تضيع وذائع شوفوا ما شاء الله قرمشة توريق روعة لدى لا تقاوم شكرا لكم وسائل اشتركوا في القناة